وقد بيّنت في سياقات كثيرة بأن اليمن خلال خمسين سنة اللطافة أو ستين سنة اللطافة من أيام أحمد حتى الآن إذا كان هناك شيء إيجابي هو توحيد اليمن والوحدة قوة قوة اليمن في وحدتها إذا انقسم اليمن تهدم الاثنين إذا تهدم الاثنين سنتهدم نحن في دول مجلس التعاون فبالتالي من يريد أو من يدعو بحسن أو بسؤنية بتوجيه أو بطيب بانفعال أو بعاطفة بتقسيم اليمن إلى جنوب وشمال هذا حوثي آخر قد لا يعلم هو ذلك بأنه أصبح حوثي آخر كيف حوثي آخر الآن خلني أبينك إيها لماذا يعني هل تقسيم اليمن مشروع عربي أم هو مشروع إسرائيلي أم هو مشروع إيراني أنا أقول لك أن هذا المشروع هو مشروع إسرائيلي إيراني ربا وأسأبين حق الأخوة الذين لا يريدون أو لا يحبدون سماع هذا الكلام مني سأبين ذلك بالتفصيل أنا أريد أن يعطوني عقولهم قبل قلوبهم وأذانهم صاغية اليمن جماعة الحوثي لا تستطيع أن تستحكم بكامل قليم اليمن لا تستطيع إنما تستطيع أن تستحكم بثلث أو نصف اليمن يعني تقسيم اليمن الدولة الإيرانية لا تريد الجزء اللي فيه الجنوب لأنها عندها مضيق هورموس لكنها تريد الجانب الآخر اللي عندها باب المندب وبالتالي إذا سيطرت على هذه الأجواء على هذه المضيقين سيطرت على 60 إلى 70% من الملاحة البحرية العالمية بشكل عام أنت تتحدث عن أهم مضيقين في العالم تستطيع أن تسيطر عليهم الدولة الإيرانية المنتصف الجنوب لا يهمها فبالتالي يحكمها من يحكمها؟ هذا واحد الدولة الإسرائيلية أنا متابع للقراءات والتحليلات التي تخرج من مراكز الأبحاث الإسرائيلية كلها تدل بأنه يجب تخسيم اليمن لأن ذلك من مصلحة إسرائيل الكبرى لأن وجود يمن قوي وموحد يضرب المصالح الإسرائيلية وبالتالي أنت من حيث لا تعلم تنفذ هذه الأجندة الإيرانية وتنفذ هذه الأجندة الإسرائيلية وتعارض الأجندة الوطنية اليمنية